موسيقى أعلم بكم عزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في الحلقة 857 لقاء الاثنين من ملك وكتابة يعرض فيه المهندس عدلي الفارق بين الأفكار والأفراد بمناسبة ما يدور على الساحة وسنأتي إليها تفصيلا من جدل وربط المبادئ والقيم الربط الوسيق بفرد أو أشخاص أقول أن المبادئ والقيم هي فكر وثقافة أكثر رسوخا لأن ارتباط تقاليد أي مكان سلبا أو إجابا بشخص يزول بزوال الشخص ولكن عندما يكون الفكر والثقافة هي التي تؤصل للتقاليد إذن يصبح الأمر خالدا متوارثا يصعب تغييره دا كلام مهم ولعله بلخص الكثير من معاني حلقة اليوم وهذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله لم الشمل الرياضي والغربال بداية البحث عن الدستان وبعضمت لسانه رد سعودي عنيف على أكاذيب ميدو والشموع الحمراء عن أسطورة السلة وفي أسرار الملك مختار وجائزة اليونسكو ومجلاتنا من أربعين سنة دا محتوى حلقة النهاردة انتهت منذ قليل مباراة الزمالك والمؤولين في الأسبوع الثاني للدورة بتعادل الفريقين واحد واحد كما كانت قد جرت بعض ظهر اليوم أيضا مباراة بيرامدز والبنك الأهلي بفوز بيرامدز واحد صفر ليحتدم صراع الدوري بدري الدوري دا هتشوف منه نتائج يعني بول مباراة صعبة حتى أنا ما تبعتش طبعا بيرامدز ولكن أعلم أن يكون جيفي دا سبعين بلعبة مقصية من إبراهيم عادل من إبراهيم عادل إذن الدوري حيكون بهذا القدر من الصعوبة وهو ما توقعناه وسوف يتمر الوضع هكذا لأن كثيرا من القوة قد تغيرتها أستاذ إبراهيم حتى فهم الكرة الفرع بتلعب دلوقتي كلها أنا أصلي كلمة الثقافة دي عجباني جدا إن كنت لما تبقى مستوعب أنت بتعمل إيه عشان إيه بيبقى الموضوع عميق جدا ثقافة الأداء الكرة والنهاردة مختلفة تماما عن عدة سنوات ماضي فأرى صعوبة الدوري وأتوقع الكثير من المفاجآت فيما هو قادم من أسابيع طيب لتطمين حضراتكو على صحة الكابتن محمود الخطيب يمكن النادي طلع بياني النهاردة عشان يوضح فيه بعض النقاط المهمة الكابتن الخطيب لما كان في النمسا مع معسكر الفريق كان أصيب بحل الدوار وسقط على الأرض وحصل له قطع سطحي ودخل المستشفى والأطباء نصحوه بضرورة معاودة الطبيب الفرنسي اللي كان أجراله عملية في المخ من 3-4 سنين سافر الكابتن الخطيب في فرنسا للمتابعة تكررت عملية الدوار دي تاني فالأطباء المعالجين طلبوا مزيد من الفحوصات ومزيد من التحليل وإخضاعوا للمتابعة فطولت الفترة في باريس انتظارا لإجراء مزيد من الفحوصات والتحليل لمتابعة الحالة عشان يشوفوا تكرار الأمر ده إيه سببه وإيه اللي وراه الحقيقة مشكورا جدا سيد نصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الرجل العمالي القطري الكبير لما علم بوجود الكابتن الخطيب في باريس اهتم جدا بالتواصل معه اللي اتمنان عليه وصمم أنه علشان نوع برضو من الترفيه عليه أنه ضروري يحضر مباراة باريس سان جرمان ومرسيليا في الدرب مبارا والحرص أنه السيد نصر الخليفي يستقبل رئيس النادي الأهل بنفسه ويكون معاه طول الوقت ويتفرج معاه على المباراة الكبيرة الحقيقة يعني لمسة مشكورة جدا من السيد نصر الخليفي وتأدير يستحق رئيس النادي الأهل وكابتن محمود الخطيب وبيأكد وبيعزز قيمة العلاقات العربية الأخوية الشقيقة خاصة بين قيادات عربية على هذا المستوى الحقيقة يعني لقدة بتلخص المكان الرفيع المتميزة التي بيحضر بها الكابتن الخطيب طول عمره هو يقدر بصفته بقيمة النادي ولكن بشخصه أيضا تقديرا كاملا وارتباط التقييم بالشخص والمكان يزيد بيكمل بعضه فلقطة رائعة جدا لكن الأهم منها أننا نطمئن ويجي لنا بالسلامة أعلم بتفاصيل كثيرة من مدة عن معاناة الكابتن الخطيب ولم يستمع إلى نصائح الأطباء خلال فطر الماضي طلب منه أن يترفق ويهدى ويبعد عن التوتر والمجود الزائد لكن هو ما قدرش يبعد ولا ثانيا لحد ما قدر يتطمن على انطلاقة الموسم فبدأ يعمل إجراءات البحث عن العلاج وبإذن الله ربنا يساعده أن يوصل بالضبط لحقيقة الأمر ويكون بسيط بإذن الله ويعود الكابتن الخطيب بكل ما يمثله بشخصه وبصفته إلى الساحة الرياضية العامة والخاصة للنادي الآن إن شاء الله تعالى وكابتن الخطيب حيظل موجودا في باريس طوال الفترة اللي جاية انتظارا لإنجاز هذه التحليل والفحوصات المتقدمة اللي يمكن الأمر استدعى أنه مش بس يكون الاكتفاء بطبيب مخ وعصاب لا كمان دكتور أنفو أزن ودكتور عمود فقري فبقت المسائل محتاجة كونسولتو شامل للإطمنان على سبب هذه الحالة المتكررة اللي وراها بالضبط وإن شاء الله يكون كل الخير الحالة صحية بقت الارتباط بين الأعضاء غريب جدا يعني أنا جاتت مشكلة في عيني صبعك واجعك لا قالوا لي الجيب الأنفية ابحث عنها لأنها لا تأثير على عصب العين فأنت تظن أنك أنت بتعالج حاجة وأنت متعالجهاش لأن بيشاوره على حاجة تانية أطيبه وتطوره وتخصصه بإذن الله يضع عصبعه تماما ويشاور على حكما المتاعب وبإذن الله يتجوز الكابت الخطيب إن شاء الله ألف ألف سلامة لكابت الخطيب وربنا يطمن عليه بإذن الله على فكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن طرح تذاكر أو الدفع الأولى من تذاكر كاس العالم للأندية في السعودية البطولة اللي حتتلعب من 12 إلى 22 ديسمبر القادم إن شاء الله ابتداء من الغد حيتم طرح الدفع الأولى من تذاكر مباريات البطولة جمهير النادي الأهلي بتترقب بالطبع عملية طرح التذاكر والراغبين سواء من مصر أو الجمهير الأهلوية الموجودة في السعودية بتترقب حجز تذاكر مباراة الفريق اللي هي تكون أولى المباريات إن شاء الله مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلند سيتي للحصول على تذاكر هذه المباراة واللي بتحمل الرقم اتنين المباراة الأولى أوكلند والتحاد جدة المباراة التانية الأهلي مع الفائز منهما وإن شاء الله تعالى من خلال الرابط المخصص لحجز التذاكر واللي الموقع الرسمي للنادي اهتم بطرحه يكون الجمهور الأهلاوي اللي عايز يسافر للسعودية في البطولة أو الأهلوية اللي مقيمين في السعودية يتمكنوا إن شاء الله من حجز التذاكر لأنه أعتقد يكون إن أنت تلعب مباراة المحتمل يكون معاك فيها التحاد جدة السعودي المسألة من المؤكدة يكون فيه إقبال سعودي كبير على التذاكر مؤكد يعني طرح التذاكر مبكرا يعني بيوضح الاهتمام والإدراك إن الإقبال حيكون كبير طبعا استضافة السعودية أو النادي التحاد جدة لهذه البطولة مع وجود اهتمام سعودي كبير بكرة القدم بشكل يعني عايز يشاور على الدور السعودي وتطوره بإزاي حيحطه فين فأصبح استضافة الاتحاد السعودي لهذه المباراة مهمة جدا جدا على المستوى الأشقاء السعوديين ولكن أيضا وجود جالية مصرية كبيرة داخل وخارج السعودية في الخليج وفي مصر حتى بتشي بأن الإقبال حيكون غير مسبوك ويعني نتمنى إنها برضو تكون مباراة طليق بالكرة العربية علشان الأسيوية والإفريقية هي عربية ولكن بيمثلها بطل طرف أسيوي بالمحتمل كبير والتحاد جدا والتحاد جدا النهاردة غيره من عدة أشهر طبعا يعني فريق هو الفائز بالبطولة الدوري ولكن أيضا الذي يحظى أو دعم بنجوم أعالميين والأهل يفهم دي أيضا هيكون عند الموعد بإذن الله طيب ده لأنه الأهل يا جماعة بصوا مكانته العالمية يعني احنا بنتكلم على تذاكر مباراة الأهل في كأس العالم للأندية والنهاردة رجعت بطولة أو رجعت بعثة الأهل من كأس العالم لكرة السلة رجال الأهل اللي شاركوا في كأس العالم في سنغافورة واحتلل فريق المركز الرابع عادة البعثة للقاهرة برئاسة الدكتور محمد شاوي عضو مجلس الإدارة اللي ترأس هذه البعثة وللحقيقة الفريق خسر مباراة الميدالية البرونزية أمام جولدن بولز الصيني بعد مباراة أعتقد كان من المأمول ومن المنتظر أنه لعبة الأهل تظهر بمستوى أفضل أو تحقق نتيجة تحقق الميدالية البرونزية لكن انتهت المباراة بفوز الفريق الصيني 81-74 كما فاز فريق فرانكا البرازيلي بكأس العالم للأندية على حساب أتليتو كوبون الألماني بس يا سيد زبراهي علينا أن نفرق بين التوقع الواقعي والتوقع الذي يبنى على طموح احنا ابتدئنا البطولة بداية رائعة جدا وستطعنا النقص بطل أمريكا خدنا في حتة مش وقعية احنا تصورنا وانا قلت هذا الكلام تذكر وجبنا عشان نفهم والأستاذ محمد عبدالطولي بقال لنا هذا الكلام وانا قلت لك ساعتها هتشوف البرازيلي مختلفة عن المباراة رغم أن المجموعة الثانية كانت فيها بطل ألمانيا اللي هي بالمناسبة بطل للعالم أبيها مسبوع يعني بتقولك كرة السلة في ألمانيا عاملة ازاي فالنادي الآلي لما عمل ماتش كويس قدام رغم أن النتيجة كانت تبدو أنها فارغ عشرين بونط لأنها تبدو نتيجة كبيرة ولكن قلت لك أن الفرقة دي مش سهلة وهي بشكل عام هتبقى الفريق الحصاني الأس أو الفريق المرشع وستطاع أن يفوز بالبطولة إحنا بقى جئنا قدام الفريق الصيني محملين بأن إحنا عندنا فرصة نكسب آه طموحنا نكسب آملنا نكسب ولكن هناك فريق آخر مش فريق هاين فريق الصيني مش فريق هاين ونتائج الصين في كأس العالم للأداء بيقول كده أي إحنا بكل المقاييس استطاعنا أن نعمل بطولة مش بطالة ولو كان التوفيق اللي يحالف بعض نجومنا على الأقل في السلاسيات والحاجات اللي إحنا شفناها بإبداع في المباراة الأولى لكن هي كورت سلم مبنية على الحالة اللحظية أنت بتلعب سلاسياتك يتيجي ما تجيش لو جد بتبقى عن مستوى كنا حقنا كل النتائج اللي أنت عايزة فإحنا في كل الأحوال قدينا بطولة كويسة لكن ما كانش ينبغي أن ننصق ورحنا عشان عشان سيد زبرين ما نحبط شيء أنا الخوف أننا لما بنتوقع زاد العزوم بجينا أحباط أهم حاجة اشتراكنا في البطولة العربية كنا نعمل إزاي طيب على فكرة المردود الصحفي في معالجة هذه المشاركة واحتلال المركز الرابع على مستوى العالم ظهر يمكن هتلاقي في جارية الأخبار سلة الأهل تفرط في برونزية عالمية جولدن الصيني ينتزع الميدالية بالفوز 81-74 رغم البداية القوية لبطل مصر في المصر اليوم الأهل يخزر برونزية منديال السلة بعد أداء مشرف الأحمر في تقدمها على جولدن بولز الصيني والحزن يسيطر على البعثة واللاعبين الجمهورية قالت ضاع حلم البرونزية سلة الأهل تكتفي برابع العالم وموقع يلا كورة قال ضاع حلم البرونزية سلة الأهل تسقط أمام جولدن بولز الصيني بمونديال الأندية ده يمكن كانت تعليقات الصحف والمواقع على ضاع فرصة الناس أنا يمكن لاحظت أنه فيه تفاعل من الجمهور كبير جدا مع كرة السلة الأهلوية والناس يمكن لأنه خلاص أنت رحت كسل عالم لكرة القدم أخدت المركز الثالث أكتر من مرة فبقيت الناس خلاص عندها تأدير بالضبط وكان في المتناول يعني هو اللي طبع الناس أنه ده كان في المتناول ونبقى الصدر الراهيم هنا النقطة اللي بنختلف فيها بقى مش معنى أننا العبت على الثالث ورابع أننا إذا ما كسبتش يبقى لازم فيه تهاول ولازم فيه السهطار ولازم فيه أسباب والكوتش اللي كان يحظى بكل الثقة أخطاء وكانت في المبرع عبارة عن إيه إحنا بنلعب طالب طبع العالم أنت تسعى والمنافس يسعى وعلى عكس البدايات دايما كنا نبتدي مش كويس وننهي قوي إحنا عملنا المطش ده بالعكس أنت كمان المجهود اللي بزلته في هذه البطولة مجهود كبير أنت واجهت فرق برا المستوى بكتير أنا أرجو وكنا نتمنى وكنا كنا ممكن نكسب البطولة طبعا البرونزية مؤكد بشروط إيه شروط إنك أنت يبقى يبقى مين يفضل على سلسيات الرائعة يبقى دفاعيا فريقنا زي ما كان في المبرارة الأولى يبقى كل لعبتنا بنفس الأداء خلي بالك أنت لعبت ها والفرق قريتك كزي ما أنت قريتها يعني أنت كمان أنت بتلعب ضد فرق شافت أنك أنت فريق قد يحدث المفاجأة أي فأصبحوا تكتكين بلعبوك إزاي والتوفيق بقى يعني سلسيتين كانوا يدخلوك الجيم ده هاي فمش عايزين نقصوا على لعبتنا وأنا آخر حاجة أتهمهم بيها لأنهم أكتر ناس كانوا هيحصلوا على هذا المجد لا يمكن يكونوا استهتروا لكن ما كانوش موفقين ما كانوش في حالاتهم ممكن تبقى أسباب بدنية ممكن تبقى أسباب نفسية مسؤولية تقيلة ممكن يبقى المنافس ما أتحلمش الفرصة المريحة أن يؤدوا هذا الأداء خلينا نقبل على مضض على مضض أنا كنت أتمنى وكنت مجاهز بقى نفسي تالت كرة و تالت عالم وكننا هنفرح ما حصلتش مش عايزين نحبط طيب بصوا قيمة الأهلي احنا تكلمنا على حجز تذاكر كأس العالم لكرة القدم بمشاركة الأهلي تكلمنا على عودة بعثة الأهلي لكرة اليد لكرة السلم من بطولة العالم رابع العالم ثم الحديث عن مشاركة الأهلي في كأس العالم لكرة اليد البطولة اللي هتتلعب في السعودية إن شاء الله من 7 ل 12 نوفمبر المقبل كشف الاتحاد الدولي إنه القرعة هتتلعب يوم الخميس اللي جاي القرعة هتجرى في مقر الاتحاد الدولي في بازل بسويسرا الموافق 28 سبتمبر الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يعني يوم للخميس اللي جاي 12 رده القرعة هتتعمل في سويسرا مقر الاتحاد الدولي البطولة من 7 ل 12 نوفمبر اللي حيشارك فيها 12 فريق القرعة هتنظم الـ 12 فريق هيتقسمه إلى أربع مجموعات كل مجموعة فيها 3 فرق كل فريق هيلعب مطشين في المجموعة بعد كده الأول من كل مجموعة يصعد مباشرة للدور قبل النهائي والأصحاب المراكز اللي بعد كده يعني التاني والتاني في المجموعة يصفوا على بقية المراكز لكن أول كل مجموعة يصعد مباشرة للدور قبل النهائي كل الأمل إن شاء الله أن القرعة تخدم الأهل في مساره في مجموعة تأهلوا بإذن الله للاستمرار في الأدوار المتقدمة للبطولة للتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى كشف عن قيود إجراء الأرعة وأكد أنه لا يمكن وضع فريقين من قرعة من قرعة واحدة في مجموعة واحدة يعني فريقتين من أفريقيا بيشيجوا مع بعض أوروبا أو هكذا كما أن الخليج السعود اللي هو المصطفى للبطولة بيحقله اختيار المجموعة اللي هو عايز يلعب فيها وبيظهر الآلة ضمن الفرق الأربعة المتواجدة في الوعاء رقم واحد رفقة ماجد بيرج الألماني دحام اللقب كاس سوبر جلوب كيلس البولندي وصيف دوري أبطال أوروبا الكويت الكويتي بطل البطولة العربية في الوعاء رقم اثنين هيتواجد الخليج والنور السعوديين وسان فرناندو اتش بي الأرجنتيني والنجمة البحريني الوعاء الثالث هيتضمن جمعة كوينزلاند الإسترالي وسان فرانسيسكو الأمريكي وبرشلونة الأسباني وفوكس بيرلين الألماني دول الأربع أو الثلاث مستويات اللي فيهم كل الإناء أو كل وعاء فيه أربع فرع هتاخد كورة من كل وعاء لمجموعة من المجموعات الأربعة كل مجموعة الثلاث أندية بشرط أنه مفيش ناديين من قرى واحدة يكونوا مع بعض في مجموعة واحدة وأول كل مجموعة مباشرة يصعد للدور قبل النهائي الأمل أنك شرحت الموضوع ده لأنه كان فيه لخبطة دي خدمة أشكرك أنا عارفك حتى تشتغل لكن والله لازم أشكرك ليه ناس كتبت أن دي تصنيفات أني لقلي في التصنيف الأول وأن الوعاء التاني للتصنيف التاني والتصنيف التالت ويقول لك برشلونا في التصنيف التالت هل ده معقول منطقي؟ لا طبع مش منطقي إذن أنت شرحت التصنيفات جات إزاي؟ والقواعد بتاعك فأنت دلوقتي خلاص أنت في المجموعة الأولى يبقى أنت مش مش حتلعب ضد ماكد بورغ لو حمل اللقاء دي ميزة بالضبط طيب وكلسي البولاندي برضو فريق قوي والكويتي الكويتي بطل البطولة العربية هم طبعا الاختيارات دي بالنتائج أي هو مش التصنيف بشكل عام ولكن ما تم تحقيقه من نتائج مؤخرة أي المجموعة الثانية بانتا محتمى تتواجد مع يالخليج أو النور السعوديين أو سان فرناندو أو إيش بيل أرجنتيني أو النجمة واحد من دول أو تعمى برشلونا لا التالتة بقى أنت هتعمى واحد من دول مية لمية دي بالوعاء التالت بقى عندك برشلونا وكوينزلاند الأسترالي وسان فرانسيسكو الأمريكي وفوكس بيرلين طيب هذا الكلام معناه أنك إحتمال تقع مع برشلونا إذا موقعتش مع برشلونا هتبقى عندك فرصة جيدة أنك إنت ممكن ما إحنا مش عارفين الناس دي دعمت نفسها زي يعني إحنا برضو مش عايزين ننصاق وراء لكن هتبقى فيه ممكن أنك إنت تتصدر مجموعتك نتمنى طيب برضو في إطار نفس الاتجاه لتدعيم فرق النشاط الرياضي في النادي للمستوى اللي يليق بالأهل الكابتن خلد العوضي مدير النشاط الرياضي أعلن عن التعاقد مع كنزي حاتم لتدعيم صفوف بنات كرة اليد للموسم الجديد وقال إن الأهل أنهى إجراءات التعاقد مع كنزي لتدعيم الفريق قبل الموسم اللي جاي وإن هي إضافة قوية للفريق وجاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية قال العوضي كمان إن التعاقد مع كنزي جاء في إطار خط الدعم فريق بنات كرة اليد على غرار ما حدث مع فرق النادي المختلفة لمواصلة حصد البطولات كمان أعلن عن تعاقد الأهل مع فرح الشازلي لتدعيم الفريق وقال إن فرح الشازلي لعبة متميزة تمثل إضافة قوية للفريق أيضا للمرحلة اللي جاية أنا عارف إن واحدة من الاتنين دول غالبة حتكون فرح أي حارسة مرمى أي التانية ما أعتقد إنها نشئة قوية يعني أو كنزي طيب مع كل هذا النشاط الرياضي المكسف الحياة واللي أنتوا شايفين قد إيه الأهل يوصل فيه لمصف العالمية الأهل لا يتغافل عن دوره المجتمعي وعن رسالته لأعضاءه ومن هذا المنطلق كان استضافة النادي يوم الجمعة حريص على إنه يشارك يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله في فرع النادي في التجمع في الاحتفال بيوم القلب العالمي مع الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب ليكون الأهل أول ناد عربي وإفريقي يحتفل بهذه المناسبة مع جمعية علمية على أن يتم إضاءة نصر الأهل الأحمر كأحد أبرز معالم الاحتفالية ليكون نصرا للبطولات ونصرا للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة القلب خاصة للرياضيين من المقرر أن فرع الأهل الجديد في التجمع هيشهد فعاليات عديدة تتضمن الكشف على 70 فردا من أعضاء النادي في رسم قلب وتحليل وتدريب 30 فرد من أطقم الأجهزة الطبية في النادي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بوسطة الأستاذ الدكتور طارق الخولي كمان حيبقى فيه ندوة علمية عن قلب الرياضيين والموت المفاجئ لهم وتوزيع كتاب عن قلب الرياضي في ترتبات كتيرة بتجرى داخل فرع الأهل في القاهرة الجديدة من أجل خروج هذه الفعاليات بالشكل اللي يليق بالحدث العلمي وأهميته وحاجة الأعضاء للاستفادة منه ودي مسألة يعني صحية مهمة جدا لأعضاء النادي وحيكون يتم توفير حفلات من أمام مقر النادي في الجزيرة وأيضا من مدينة ناصر ومن الشيخ زايد للتحرك في تساعة صباح يوم الجمعة إن شاء الله لنقل السادة الأعضاء إلى مقر الاحتفالية في التجمع الخامس أعتقد دي مسألة مهمة جدا لخدمة السادة الأعضاء وصحتهما باش مونتس كمان الفكرة بإنك تعمل الإفنت ده والحدث ده في التجمع الخامس هي نوع من القائده وعمل نشاط يشعر به أعضاء التجمع الخامس فبيحطه في دائرة النشاط بسرعة يعني القلب الرياضي مهم جدا أن الناس تفهموا لأن البعض يتصور أنه مرض يعوق أو تطور الرياضيين ولكني أذكر ومش هتفلسف عشان ما حدش يقول لتا قلت حاجة غلط عز الدين يعقوب كان قيل عنه أنه قلبه قلب رياضي كذلك الدكتور نجي أسعد بطل الجلة وتقال له حيبطل مش حيبطل لحد ما ناس قالوا لا ده نوع خلاص القلب الرياضي قد يصل إلى حاجة لأنه يمارس عايزين نفهمها بقى أنا الأول نفهم يعني إيه القلب الرياضي ودي فرصة مهمة جدا لكن كمان أنك تضرب 30 فرض من النادي الأهلي عشان توزحهم على فروع النادي المختلفة على مسألة الانعاش الطبي ويعني الاعتناء بصحة الأعضاء ضد أي مفاجآت ده موضوع مهم جدا جدا الموضوع كده الأهلي يلقي الدوء على هذا الجانب العلمي المهم والنشاط المهم في يوم القلب العالمي وكأنه راعي معناوي لهذا اليوم مؤكد مؤكد أن احتضان النادي الأهلي لهذا الحدث حيدي توعية كبيرة وناس كتير حتابعوا من خلال اليوم ده ده كلام مهم جدا وأتمنى إن شاء الله أن أكبر عدد من السادة العضاء يكون حريصة على التواجد فيه والاستفادة منه بإذن الله دي كانت إطلالة إخبارية سريعة وتبقى ضربة البداية مقالي ومقاله لم الشمل الرياضي الحقيقة أمباري حمش مندس يعني حظيد بدعوة من نادي روتري هليوبلس النزهة لإجراء أو أقام ندوة تحت عنوان لم الشمل الرياضي ونبذ التعصب وإزاي ترسيخ وتعزيز قيم الانتماء الرياضي بعيدا عن مساوى التعصب كان معايا فيها صديقك العزيز الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريد الشروع وعضو مجلس الشيوخ الحقيقة الندوة كان حاضر فيها المستشار ماركو نصيف سكرتير رئيس ندر روتري هليوبلس النزهة وسكرتير فخر الدكتورة ليندا نبيل والمحافظ المسمى للروتري الأستاذ حسين فرحات ورئيس لجنة الإشهار المستشار مايكل نصيف دار الحوار في قصة الأهل والزمالك وإزاي العلاقات الإنسانية بين الجماهير والمنتمين وكان حاضر صديقك العزيز وبيسلم عليك الدكتور عبدالله جورج عبدالله جورج سعد واحد يعني أنا حتى قلت له قلت له طيب جورج سعد الراجل كان عضو في النادي الأهل أنا زملته فقلت له اللازع هوا قلت له أنت كده لازم أن تكون عضو في النادي الأهل ما تقوليش أنه جورج سعد كان عضو وأنت لا لا بس جورج كان اسمه كبير مشاجع زمالك وعضو عامل في النادي معلش وكان طلبه صار كبير مشاجع لهذا عضو عامل في الزمالك أنا بصل على أكثر وأنا الشركة عندنا عملت لنا عضويات عاملة في نادي الزمالك كانت المسألة كده أنا زملت الأستاذ جورج سعد في المكتب تنفيذي مشترك تحكيني بقى على فكرة يعني إحنا تكلمنا كتير على المشهد اللي فيه وأسبابه وإزاي خروج أسباب التوتر وأسباب الغضب اللي أسائت وأثارت هذه الأحداث في الفترة الأخيرة وكان الدكتور عبدالله جورج سعيد بأن الأجواء فيها نوع من التنقية وأنه حتى نادي الزمالك بيستفيخ من أسباب كل ما حدث الكلمات راحت في سكة إزاي اللي جاي يعني أنت خبيت علي وفجأتني شوف أنا السهلالة بتاعت كانت إيه إن الثقافة والأفكار هي اللي بتعيش مش الأفراد المشكلة أن يجي يقول لك إيه وانت عايزين إيه ما هو فلان الفلاني مش موجود يا أخوانا هي المشكلة مش في فلان الفلاني بس فلان الفلاني ده له أسلوبه قد يكون نور وضخم من المشكلة أو ساعد على زيادتها ولكن أن يغيب الشخص وتبقى الثقافة هي هي ما عناش حاجة الأصل أن ثقافة تؤثر على الشخص عشان تجبره أن يبقى أسير هذه الثقافة الحميدة النهاردة النادي الآلي صعب تلاقي أي حد يخرج عن تقليده على طول يبقى وتلاقي مئة واحد يرجعوه دي مش بتاعتنا دي مش أصلنا دي فلما أنت تيجي مثلا ترد على الدعاة بتحصل ضد النادي الآلي أنت مش بتهجم الزمالك أنت بتهجم أولئك الذين يدعونا انتماءهم لنادي الزمالك أنتوا بتاخدوا الزمالك وبتاخدوا الآلي الفين أنتوا ما تقولوش على الكلام ده لأنكوا أنتوا أكتر ناس مش بتطبقوا على نفسكوا أنتوا بتقبلوا هذا التناقض فالدعوة إلى لم الشمل لن تبقى من خلال تعميق الاحترام المتبادل محدش يذكر الآخر بسوء نحترم مشاعر بعض الفائز يحترم المهزوم والمهزوم يهنئ الفائز ويقدله مش يبخص حقه ويشوهه وأصله ويطعن عليه ده احنا بالصدفة النهاردة عندنا فقرة هنشوف إزاي واحد تناقض مع نفسه واحد مهم جدا أنه يدعي على الأهلي ما كان يقوم به أيها فإزاي أنتوا عايزين لم الشام ليحصل والكلام لما نيجي إحنا نتعرض لديه يقول لنا إزاي بتقول أنا بحكي لك واقع حصله هو أنا اختراطاه ما تجيش تقول بقى إن إحنا مجرد إن إحنا بنرد على حد بيتدعي على الأهلي حاجة بنقوله اتبه لنفسك شوف ورقتك تعبير اللي ماشي اللي من دول بصوا في ورقتك طيب ما تتعمق تخليها سخافة بدل ما تخليها تليح كلام وتحفيل طول النهار يريد نوصل لمثاق أساس إبراهيم إن وسائل الإعلام هنا وهناك ما تجيبش سيرة المنافس يعني نفسك وقال لها ما أنت بتتهاجم وبتتشوه بيدعي عليك بتضطر توضح وترد وتدافع مش عايزين نبقى في الحالة دي إحنا أكتر ناس يا أصدر إبراهيم طب لما زمالك رجع وكل كان مصور ونحيرجع بالبطول العربية مين أول ناس أشهدوا بيه مش إحنا أي وقلنا جماعة زمالك يظل زمالك وماتش بير أنا عايز أقول لكم على حاجة يا جماعة قبل ما نطلع هوا على طول وإحنا بنتابع نتيجة مباراة الزمالك والمؤولين صدقا المهندس عدلي كان مبسوط أن الزمالك متقدم وقال أنا نفسي أن الزمالك يرجع لسبق عهده ويكون في البطولة واقف على رجليه الأهلي دائما بياخد بطولة والزمالك واقف على رجليه والمنافسة قوية وشريفة ويمديك نفس القدر من التركيز والحرص والاهتمام ففكرة أن البعض ممن في نفوسهم مرض يعتقد أنه الأهلي محتاج أن الزمالك يتعصر كتير جدا عشان الأهلي ينهض ويقوى ويفوز الأهلي بيقوى ويفوز عن جدارة مدام المسألة فيها هذه الندية وهذه المنافسة وبقاء الزمالك قوي هو بينبه الأهلي أنه مزيد من العمل أكبر تنبيه للأهلي للعمل أكبر تنبيه للأهلي للعمل أكبر حافظ لي صحيح غير كده أستاذ إبراهيم هو أنا لما أسعد أنا عايز أكثر أيوة هو أنا لما قلنا عايز الزمالك قوي يعني عايز أكثر لا عايزه قوى أنا أقوى من بالضبط خلاص أكسبك وإنت وقف على رجليه لصالح كورة مصرية لما انتهى القرن الماضي بين الأهلي الأول زمالك التالي مصر كانت ده اللي أنا قلتهم بقى قلتهم بصوا نهاية القرن أو الثانية أنتوا انشغلتوا بالكلام ووزارة التموين والحقيقة ومش الحقيقة كانت النتيجة أنه زمالك تراجع لأني حبيت تشوي انتصاري أو لقبي مش تستفيد خليني كنت كسبت اللي فات وكسبت اللي جاي أيوة أنت ما انشغلتش بكده وعشان كده بيقولك الثقافة والأفكار أهم من الأشخاص ليس بزوال الأشخاص تزول الزوار إنما تزول إيه تزول ممكن تزول تزول بعض المعالم تزول شكل اللغة ولكن إذا فضلت الأفكار هي هي ما عملاش حاجة لازم يبقى فيه ناس مقتنعين أن أنا أنكفئ على نفسي وأشوف مشكلتي وحلها إنما أبدل طول النهار بأتكلم على المنافس عشان أضعفه فكرة أستاذ براهيم اللي تقلت لنا عشان بس الناس اللي بتعتيبنا تفهم إحنا إيه إتقلك وتقل في 2008 يعني وقف الزمالي كان وقع الآن حصل لو ما أقفتش الزماليك والخطة والخطة ماشي على كده لما يجي الزماليكيكس لك دوريكاس لناثمين وبرهبعد أول الأهلي ما استفیقت يقولك الدولة لا يريد أن تيقل لم أع من نفسui منتقونات مال أنت ليه أتا ليهujت meus ساكتما entrar أنا أحتكر طبية لم أع أي ليس ممنطق محدش راضي حاسب نفسه بيقول ايه لكن هي المسألة قطعنا عليك عشان يبني ان انت بتاخد حاجة مش حقك وهذا الافتقات والله لن ينجح ابتزاجنا والهجوم علينا ان احنا نتغاضع عن الدفاع عن الاهلي ورموزه لمجرد ناس بيقولك انت بتقول كده ليه انا بقول اللي انت بتقول مش اللي انا بقول ايوة بالزبط على كل ان كانت ندوة لم الشامل الرياضي في روتر الهليوبلس النزهة في بداية العام الروتاري في هذه الندوات المهمة الحقيقة ودي موضوعات نوعية مهمة بتمثل علاقات الانسانية وبتبحث عن كيفية تعزيز مشاعر الانتماء بعيدا عن كل مسالب ومساوي اي تعصب او اي مشاعر سنبية انا عايزة عارف انت قلت ايه في حضور عادة يعني انا على فكرة الجزء اللي المهندس عادل بيقولوا انا استطردت فيه من البداية قلت لهم مبدئيا علاقات الاهلي والزمالك علاقة تاريخية لو البعض شايف انه الشغب اللي حاصل والتعصب نتيجة السوشيال ميديا هي جزء من مكونات الحالة مش كل حاجة لانه اخطر حاجة في وقعة الاهلي والزمالك اللي حدثت في 72 ما كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا يحزنون ولا فيه اعلان بديل كانوا جورنانين ثلاثة في عمول بيئة لغاية النهاردة اللي الزمالك رفضها وبيطعم فيها هو شغال عليها لا الاتحاد الافريقي غيرها ولا الزمالك راح اشتاكل الكاف وكل التصنيفات بتاعت الفرق على مستوى العالمية لما ذكرت الصديق العزيز الدكتور عبدالله جورج قلت له يا راجل دنتو كمجلس ادارة للدكتور كمال درويش يوم ما الاهلي احتفل بنادي القرن وجاب ريال مدريد دكتور كمال درويش رئيس المجلس والكابتن عزم مجاهد الله رحمه عده المجلس حضروا المباراة وبعتوا ورد للأهلي بالتهنئة يعني ده كان اقرار حقيقي باللي حصل لكنه حصلت مزايدات اعلامية بعد كده خلت الناس تروح في سكة تانية خلاص وطوله من نتيجة كانت ايه انك بعد عشرين سنة دلوقتي الاهلي مازال اول التصنيف الافريقي وفقا لنفس المعايير اللي اتحطت من عشرين او تلاتة وعشرين سنة فاتت في المقابل الزمالك انشغل بمكايدات ومزايدات ومولطات كتيرة فتراجع من المركز التاني للمركز السابع وفضلة المعايير زي ما هي راح يشتيك الوزارة التموين راح مش عارف يبحث عن لقب فين وساب جهة الاختصاص الاصلية اللي هي الاتحاد الافريقي مانح هذا اللقب وواضح هذه المعايير الحياة كان فيه حضور كتير على مختلف الانتماءات اهل وزمالك قلت صورة مع عبدالله جورج اه يعني انا اشتغلت مع عبدالله جورج في لجنة المسابقات اه وكنا يعني علاقتنا طريفة جدا اه نداعب بعض طوار وكنا معنيين بتطبيق اللواح ايه محدش عايز يلوي اللايحة عشان يستفيد او منه هو موجود او انا موجود ايه وقبل كده انا كنت اعيده مجلس ادارة في اتحاد كرة القدم ومعي اشرف صبحي وفيكن جاز مجينيان وانا ساد ممضوع عباس وايمان يونس وطريق غنيم نائب رئيس الاتحاد دو الخمسة زمالك سبعة زمالك سبعة سبعة وانت والكابتن عصاب وانا والكابتن عصاب مع هذا قال لك مجلس هلاوه وكل حاجة يقول لك اصلي عادل بيعمل لا عادل بيعمل عادل بيعمل ازاي سبعة ايه ده منهم وزير الشباب النهاردة منهم اقوى رئيس واحد من اقوى رؤساء نادي زمالك ومنهم فيلسوف الزمالك ومنهم طريق غنيم الراجل اللي اتحط على الجرح والدكتور فيكن الله ارحمه والدكتور فيكن نائب مدير الاتحاد الافريقي الافريقي يعني انتم بتكلموا في ايه يعني هذا يعني التصطيح عيب انت قابلت جورج سعر عبدالله اه وشايفك واخده بالحضب ما حكلتش عاجة كنا بنهزر وكنا بنتكلم على فكرة يعني تذكر وقعتين تذكر وقعت انه في نهاية السبعينات كان في مكتب تنفيذي مشترك بين الاهل والزمالك اه اتنين من اعظم من مجلس ادارة الاهل تلاتة وتلاتة تلاتة وتلاتة اه لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك اي حقوق للاهل والزمالك طرف كل الجهات بنقشها هذا المجلس او هذا المكتب المشترك المجلس اشترك ده اي وكان استاذ جورج سعد اي والده اي يعني انا اشتغلت مع والده كنت انا طالع لسه ناشئ اي واشتغلت معاه انا هو واحنا يعني اه معتزلين اي مع عبدالله اي والاتنين كانوا ناس فيه منتهى الكياسة واللوت واخدين كل الامور بنظافة بوعي ولما انت كابتن صالح ما حكلكش حكاتك كابتن صالح دي حكت دكتور عبدالله على فكرة في النادوة دي كابتن صالح لما مجلس ادارته نجح وتولى كابتن صالح لأول مرة في انتخابات 80 كابتن حسن حلمي زمورة رئيس نادي الزمالك اتصل بيا كابتن صالح عايز ااجب وفد من نادي الزمالك نهنيك فقال له كابتن حلم انت ما انفعش تيجي انا اللاجيلك تقديرا واكبارا لحلم زمورة من الكابتن صالح فراح الكابتن صالح ومجلس ادارة الاهل الجديد المنتخب لمجلس ادارة الزمالك عشان يتلقى التهاني من الكابتن حلم زمورة كابتن حلم زمورة اللي اساء للأهل في الفترات الاخيرة اساء لحلم زمورة واللي تطرق للنادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي باساءات هو اللي اساء لحلم زمورة فالعلاقات الطيبة الكبيرة العميقة اللي بين الناديين لم الشامل الرياضي محتاج ان المسألة تعود لكن تعود على ارض صلبة من الاحترام والتأدير وزي ما المهندس عادلي اشار لللفز الشائع كل واحد يبص في ورقته ويركز في مهامه مش فكرة انك باستمرار الاهلي خد كام والاهلي خد ليه واشمعنا الاهلي الزمالك يقدر يشتغل ويقدر يحقق طموحاته والاسماعيلي يقدر يشتغل والاتحاد وكل اندياتنا الشعبية انا يمكن تطرقت لنقطة مهمة على جزئية الانديات الشعبية دلوقتي ما قالها ايه للانديات الشعبية هتظل في الناد وانبارع اه يعني قلت له يا جماعة لو فيه ارادة الكرة هتتصلح بقرار فكرة ان انا عندي انديات شعبية عندها مصاعب ومتاعب مالية مش قادرة توقف على حيلها وعندي انديات هيئات وشركات عمرها ما هتجيب جمهور فلا ده هيجيب فلوس ولا ده هيجيب جمهور ده عنده جمهور وما عندهش فلوس وده عنده فلوس وما عندهش جمهور لا عمر الفلوس هتشتري جمهور ولا عمر الانديات الشعبية لا المنصورة ولا المينيا ولا المحلة ولا السويس ولا اسيوت ولا اسوان كل الانديات الشعبية ولا جمهورة شبين والإسماعيل والاتحاد والمصري فقلت لهم الحل بصوا على الإمارات الإمارات في لحظة كان فيه إرادة إن فيه ثلاث أندية ندمجوا مع بعض بقرار نادي أهل دبي اللي الناس كانت شايفة إن ده أهل دبي الواحد نادي أهل دبي ونادي الشباب ونادي دبي التلاتة طلع قرار بدمج التلاتة نادي شباب أهل دبي وخلاص التلاتة بقوا مفتلاتة في واحد أنت النهاردة محتاج إن بي عندها شركات أو مقرات في السويس طب ما يبقى إن بي السويس ليه نادي إن بي ما يندمجش مع نادي منتخب السويس ده يستفيد من شعبية المحافظة وده يستفيد من فلوسه والشركتين استفادوا من بعض هاية القناة الإسماعيلي ليه الإسماعيلي ما يحظاش بفلوس القناة ويبقى خلاص إسماعيلي القناة القناة عندها فرقة طب ما أنت حتعظى بكل الشعبية والأضواء بتاعت النادي الإسماعيلي والفريتين لو اندمجوا بالميزانية دي بالاستقرار ده هعملوا حاجة قوية جدا البنك الأهل يا باشموندس موجود في كل المحافظات لما حبوا ياخد فرصة للصعود للدورة الممتاز خلوه يلعب في مجموعة الصعيد بس يلعب في الدرجة التانية بس لغاية لما يصعد وبعد كده مالوش دعوه بالصعيد هو عنده أفرع في كل حاجة طب ما يبقى النادي الأهل بقى السيوت ما يبقى البنك الأهل بالمينيا ما يبقى البنك ما تبقى السيروميكا المنصورة يعني السيروميكا كلوباترا المنصورة لا يعني حتى الأندية القائمة خلاصة اللي استقرت ممكن يقولك هو القرار بالإرادة القرار بالإرادة الجزائر الفترة الأخيرة عملت كل الأندية تحت إشراف شركات بترول ولذلك حصل طفرة بدأت الأندية دلوقتي تبان على الساحة وأصبح فيه ميزانيات وتقدر تصرف هو ده عندك شركات تحط دمج شعبي فيها تستحوذ برعاية فيها شراكة بالضبط يعني الرعاية لازم أنقالية معينة وصيغة اقتصادية إنما اللي هيقاوم إيه بقى الناس اللي هتفضل عايزة تبقى هي الدنيا مستفيدة عشان يفضلوا هم موجودين وهمش عارف إيه يقولك ما لو حصل عندماك ده دورنا حيروح ما انت دورك ده مراتك ومراتهم بالضبط خلي خلي حبك للمكان إنك تتمنى له الخير حتى لو أنت مش موجود بالعكس التضحية دي ممكن تحظى برقاشة شرفية تحظى بمكانة شرفية وترجع الجماهير للمدرجات وترجع الأندية الشعبية للصورة يكون عندها القدرة الاقتصادية والقوة اللي تمكنها من البقاء أما تيجي تقولي الأندية الشعبية والرعاية هو أنت عشان تبقى رعايتها قوية أنت بتبتديها ازاي بتبتديها بقى راسة شروط ممكن كل نادي يقولي من اللي بيطالبه كده انت حطت إيه بك راسة الشروط اللي بتطرحها عشان تاخد الرعاية حقا أوكي اسمها دي إيه الباقة هي دي الباقة باقة من الحقوق تعطيها للرعاة عشان يديك فلوس مقابل أموال هو ياخد إيه وانت تاخد إيه كل واحد يقولي إيه إيه الباقة بتاعته أقولك يقدر إيه فلوس قد إيه لأنه لو اعتبرت إن الرعاية منح ممكن تبقى مرة أو تنيد مش هتبقى مستديمة إذن المسألة محتاجة لكثير من تطوير الفكر الرياضي الفكر والصقاء وده للأسف المنقوص هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم أهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الأهل إنه الأهل حتى وهو بيخطو خطوات كبيرة وحقيقية نحو العالمية في كل الألعاب هو بيخطط دايما على أسس علمية صحيحة وسليمة فلذلك حتى لما بتطالوا بعض مثل هذه الحجار الصغيرة بيبقى الرد عليها واضح جدا عشان كده فيه كلام كتير لناس كتيرة تتمسك من بعض متلسانه رد سعودي عنيف على أكاذيب ميدو بصوا المسألة كان ممكن جدا أحمد حسان ميدو ده وهو بيتكلم هنا في برنامجه اللي هي قناة عامة المفترض وقناة وطنية لكن خلاص دي نافذة خصصة باستمرار ضد النادي الأهلي لو الكلام في الداخل يمكن قبول الرد عليه وعدم حتى التعرض له لكن إن الكلام ده رقم واحد يتقال في قناة سعودية ولجمهور سعودي وأمام محللين سعوديين وفي مناسبة تتعلق بالدور السعودي مفيش أي حاجة تقول إن النادي الأهلي يدخل في جملة مفيدة فإنك تدخل الأهلي في جملة في استوديو بيحلل الدور السعودي وبإدعاء غريب وعجيب ومسيء للنادي الأهلي لا لازم نقف ونقف بوضوح شديد عشان كده خلينا نسمع الأول أحمد حسان ميدو وهو موجود مع الإخوة السعوديين في استوديو القناة الرياضية السعودية قال إيه علشان نقدر نتكلم هذا من السؤال في هاشتاك دوري لا غير حسينهاد بالغاني يقول سؤال الجميع هل يستطيع الاتحاد بهذا التشكيل الحصول على بطولات وخاصة ينحقق نتائج بكأس الأعلى من الأندية هم لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد إن هم عقين في سكة الأهلي المصري هيتلاقي كمية إصابات الفترة الجاية غير طبعية والله العظيم أي حد بيلعب الأهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين يتوقف المدرب مش عارف حصل حصل إيه والله أنا بقولك عن كبر الاتحاد الفترة اللي جاية لازم يقرق رؤاهم ويخلوا بالهم كويس جدا يخلوا بالهم من اللعيبة لإنه والله العظيم أي فرقة بتروح للأهل المصري بص تلاقي إحنا في نهاية أفريقيا 2020 اتنين لعيبة أهم لعيبة في فرقة الوينش وعبدالله جمعة الباكليفت لتنين بوزيتف كورونا وقابليها مش عارف مين خلفية والتاني كذلك خلوا بالكم أنا بقولكم بحذركم عندي أكثر من اللعبة بعملها للمصري محمد نور يعني أستاذ إبراهيم كان ينصح بخف الظل مش عارف يعني إيه اللي كان مضحك في الأمر طيب يعني بس يعني إذا أقول جملة وخد بتنصح الناس أنه يقرأ القرآن ونت أقولش بتقرأ القرآن ولا طيب عشان الأمر يا جماعة لأن أنا فعلا تقديري للأمر أخطر ما فيه أن أنت بتخاطب جمهور مختلف فبترسم صورة ذهنية مسيئة جدا عن النادي الأهلي لدى الأشقاء بقولكم لو الكلام ده تقال في الداخل هيلقي ناس كتيرة تفنده وترد عليه لكن لما يبقى ده الترويج للنادي الأهلي خارجيا عند الأشقاء هما ما يعرفوش تفاصيل بس ميدوا اللي بقوله لهم ده كذب أرقم واحد وكلامي أرجو أنه يكون مسموع لدى الأشقاء في السعودية وجمهور قناة الرياضية السعودية هي دي قناة ده استوديو خاص بمباراهة للأهلي ولا إيه ليه بقولكم ده الكلام كذب لأنه هذه المباراهة اللي الأخ ميده بيتكلم عنها آه غاب من الزمالك بسبب كورونا الوينشو عبدالله جمعة بس هو كذب عليهم ما قالهمش أن النادي الأهلي في نفس المباراهة بسبب نفس الكورونا غاب ثلاث لعيبة من غير لا يقرأ قرآن ولا يقرأ أحاديث النادي الأهلي في هذه المباراهة أعتقد اللي هم بيقولوا الوينشو عبدالله جمعة وأحسن باكليفت لا ده أليو ديانج أحسن وليد سليمان لعب وسط مدافع في أفريقيا كلها المباراهة اللي بيتكلم عليها غاب عن الأهلي أليو ديانج ووليد سليمان زي ما غاب عن الزمالك الوينشو عبدالله جمعة وصالح جمعة يعني حتى صالح كمان هو رخر وبعدين يعني دي أدي أول كذبة وأرجو دي يكون واضح للأشقاء في السعودية أن الترويج الخاطئ ورسم صورة ذهنية غير حقيقية عن النادي الأهلي تعرفوا أن الرجل دي جاي بيعلك وبيع كذبة عايز يقول يا أستاذ الرجل جاي الدعي بالدعات بطلة عايز يقول يعني عايز يقول حاجتين أن الأهلي عمل يعني حاجة أدي الثلاثة والثلاثة بصوا ساعتها باشموندس عشان بمفكر الناس أدي الغيابات اللي كانت عن القمة بتاعت عشرين عشرين ده اليوم السابع أبرز الغيابات عن القمة بسبب مسحة الكاف خدوا بالكو ده اللي عمل المسحة للاتحاد الأفريقي أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة وعبدالله جمعة وأوباما وبالوينش مزا مالك عايز يقولي بقى هنا أن الأهلي يعني بالسحر أثر على دول بالضبط وأكتر من كده أن الزمالك عشان كان عنده غيابات نفسي بفكرة أنك تضحك على نفسك ما ييجي يقولك كورة زيزولو في العرضة هي كورة زيزولو من البرة 18 في العرضة اللي غيرت الماتش ولا كورة حسين الشحات اللي مسكس يارض في الجون الفاضي وتحطت في العرضة ما هي دي مش عرضة ودي عرضة إنين أسهل إنما خلاص ناس والناس إن حسين الشحات كان ليه كورة في العرضة والجون فاضي من السكس يارض هي دي المشكلة للحاحة أستاذ إبراهيم اللي لازم يتربط عليها باستمرار طيب هل الأهلي يعني الزمالك عنده إصابات عشان الأهلي بيعمل له عمل وبيصلط الأعمال السفلية تعور لعبة الزمالك لكن الأهلي لا الأهلي في الثلاث سنين اللي فاتوا أكتر فريق تعرض لإصابات في العالم اتعاملت حتى كان فيه مصطلح إعلامي مستشفى الأهلي مستشفى الأهلي فيه همين خدوا بقى كتير خدوا من كتير من كل وعلى فكرة إصابات يعني طويلة المدى أنتوا بتتكلم إننا لسه كريم فؤاد وأكرم توفيه راجعين من رباط صليبي بتتكلم على محمد محمود الراجل مرتين رباط صليبي ومشي فأنت مفيش فريق مفيش فريق تعرض بحمد فاتح جاب ست شهور كل دي إصابات خطيرة جدا اتعرض لها أنا الكلام الكلام اللي يعنيني جدا للأشقاء العرب عشان يشوفوا إن حد رايح يروج لهم كذب ضد النادي الأهلي علشان يرسم صورة ذهنية خاطئة جدا على النادي الأهلي وإن عانينا كتير قوي من تصدير صورة سلبية عن الأهلي في الخليج بسبب برضو صحفيين وإعلاميين محدش أبدا ينفع يسكت على حاجة زي دي تتهم الأهلي بإنه بيعمل عمل ميدو كما لو كان واقف قدام المراية في القناة السعودية لأنه تقريبا شاف نفسه هو بنفسه بعضمة لسانه وهو بيحكي ويقول مين اللي بيعمل عمل ومين اللي بيلجأ للمشايخ ومين اللي حاطت جوه الجهاز الفني لفرقة نادي الزمالك وميدو مدير فني يعني دار المساعد ودار المساعد وشيخ عام وشيخ عام وشيخ عام مركب الويتوبيس اللي قال كده مش النادي اللي قال يا كامتن اللي قال كده أنت نفسك بعضمة لسانك ولو كنت ناسي نفكرك استدعاني رئيس النادي وإحنا كسبنين أربع مطشاطة رئيس النادي قبل مبارات سبوحة بـ 72 ساعة أنا وحازم وعادنا معه مع مرتبة مصور في بيته وطلب مننا طلب أنا عمري ما شفته ولا سميت عنه في كرة القضاء إيه الطلب ده من فضلك كبتم ميدو ما تلعبش باس المرسي وكهرباء المطش الجاي عشان ما عملوهم عمل وهيتفك الأسبوع اللي جاي لا 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 دواحت قول التيني ما تلعبش باس المرسي وكهرباء المطش سموحة عشان ما عملوهم عمل وهيتفك الأسبوع اللي جاي فبصيت لحازم مش مصدق رئيس نتزة مك بيقوله ما لعبش العيبة عشي خطر أعمال أنا الكلام ده سميت يعني سميت ان هو بيتداول وبيحصل وان الرجل بيفكر بهذا الشكل وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ يا مرتضة لو الشيوخ بتكسب فكورة وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقة وانت بتمنع السحر بتمنع الازى زي ما انت بتطلع تقول ده مش موجود فكورة لان انت لما بتعمل كده يا عمر بتخلي اللعيبة تركز في الموضوع ده احنا معمولي عمر احنا معمولي عمر احنا معمولي عمر تفهمني يعني بالله عليكم يا كابتن ميدو يا اشقاءنا في الاعلام السعودي الرب جالكم من الكابتن ميدو اللي صخر من فكرة الرئيس النادي بيقول له العمل والسحر قال له كورة فاش الكلام ده هو كابتن ميدو اللي تغير 180 درجة لمجرد اقترابه من فكرة ان يكون مؤثر في سيئة النادي الهلو عشان كده بقولك نادي زمالي نادي زمالي عشان كده بقولك استاذ زمالي ليست بغياب الأفراد ولكن بغياب الثقافة التي تم زرعاه هو نفسه تأثر بيها تخيل بأنه لما حاب يقرب يكون مسؤول في نادي زمالي اضطر يعني يلغي كل الكلام اللي قاله قبل كده وكان بيتهكم به وكان بيقوله فيه حاجة اسمها كده فيه رئيس نادي يأمل كده لكن هو راح يروج ان النادي الاهلي بيعمل كده على فكرة كابتن ميدو يعني الاهلي يعني اشمالة نيلا ما يعمل عمل للفرق اخوها كلها ده كلام ده كلام هل انت وأنت غير مقتنع بهذا الكلام وعبيت تعمل ان انت الرجل المثقف المحترف اللي جاي بثقافة أوروبية بتصخر من هذا الكلام ايه اللي غيرك واجه نفسك لان طبعا الناس برضو تاني وتالت اللي عمالة تقولوا انتوا ليه بتقولوا كده وزا تقولوا كده احنا بيقول كده طب وحنا نعمل ايه واحد بيعمل هذا الادعاء وبيروّجه وللإساءة للنادي الاهلي يعني نفوته ولا نسكت ولا نعمل ايه وده راجل كادة ان يترشح رئيس النادي زمالك هو اقدم نفسه فترة من الفترات كده انا رئيس نادي زمالك القادم وانا حطي ايدي في ايدي المستشار مرتضى عشان صالح الزمالك وانا 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 اذا هو يجاهز نفسه ان يكون قيادة مش على حساب الادعاء وتشويه الصورة والعبث بهذا دي عربدة عربدة ذهنية انك انت تاخد الافكار اللي انت مش مؤمن بها عشان تروج عشان تجد تستفيد منه عشان هو تستفيد منها هو اللي قال ان ده كلام فارغ هو اللي قال ده كده طيب هو يعني المفترض ان الستوديو ده استوديو للدور السعودي الهدف نوع من التقرب الاتحاد جدة لو عايزين تكسبوا الاهلي وانا هنا برضو اتوقف عند حتة لو اي صحفي مصري رايح يقول لي نادي سعودي او اماراتي او كويتي لو عايزين تكسبوا الزمالك اقول لكم تكسبوا الزمالك ايه ده بقى فين العلاقة فين المصرية يعني حتى ده ما يتقلش بالطريقة دي علشان اتقرب للاعلام السعودي وللستوديو السعودي يبقى الكلام بهذا الشكل درجة انه كانت محمد نور نجم الاتحاد قال له لا طب ما احنا لعبنا ضد الاهلي قبل كده وكسبناه يعني عايز يقول له كانوا فين المشايخ لكن كمان ميدو نفكره وهو بيشاور اكتر على الرجل الشيخ اللي كان عضو الجهاز الفني للزمالك وذي قريبا كان بياخد مرتب زيه زي المدربين ده كلام ميدو بنفسه اللي اعتقد منسهوش بس هو اعتمد على انه الاخوة في السعودية ما سمعوهوش نسمعه له الرجل كان بيدخل في عمالنا بشكل مباشر بس ده طبعا غير انه هو كان بيقولنا ان في العيبة نعمل لها عمال فارجل ومعمل لها سحل ليش عوازا وطالبنا ان احنا من لعبهم 3 اوا ارتبع لعبين بشكل مباشر وحزم موجود خدامك يعني حتى لو هو مش يعايد يتكلم مسوضة منصور Quantsoor قال لنا متلاعبوش ماسم مرسي لان معمول له عمل وسهر قال لنا متلاعبوش كهرباء لان معمول له عمل وسهر قال لنا متلعبوش طلوزار لان معمول له عمل وسهر فعايز اقول لك معلومة تانية سيف وصور معاك وموجودة ان نادي الزمالك السنة اللي فاتت كلها بالكامل للأسف ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ وان كان فيه شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معهم اللوتوبيس وبيحضر معاهم المباريات والصور موجودة معايا وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المقراء شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوزة وبأكد لك مرة تانية ان الصور معايا وبقسم بالله العظيم وحياة اولادي ان مرتضى منصور طلب مني ان انا مشركش العيبة عشان معمول لهم سحر وشعوزة وبقسم بالله تاني وحازم امام قدام ان كان فيه شيخ متواجد بيتحكم في كل الكمور ومين يلعب وهم ما يلعب السنة اللي فاتت ما كان موجود في كل مباراة لنادي الزمالك وكان بيتقاضى لاجر لنادي الزمالك طيب احنا الوقت ايه لما بنسمعكو هذا الكلام والراجل بيقسم بالله انه كان من احد اعضاء الجهاز معه شيخ بيقبض 7-8-3 جنيف الشاه في الماتش شيخ متارف واضح في الماتش ده كان عملهم هم بقى عمل انهم يدولوا وكان مستنكر جدا وبيشير اشارة واضحة ان الاستاذ مرتضى منصور كان بيعمل واحد اثنين ثلاثة فيه استنكار واضح تماما وبيقسم عشان الناس بس لما بنيجي نقول كل واحد بيتأثر بثقافة المكان واللحظة بيزعلوا الثقافة دي اثرت انه وصل انه هو دلوقتي ينسي كلامه واصبح بيتكلم ان الفوز يأتي وعشان الاهله خلي بقى لكم اقروا قرآن اصلي كابتن ميدو الزار ما كانش بيقرأ قرآن ولا هو لا حازم امام يعني حتى الرشدة اللي بيكتبها هو ما خدهاش ها كابتن ميدو انت تعلم والله وانا قلت ميت مرة حتى بيستاذ برين بيقول لي مش قوي كده ان انا كنت حاطت فيك امل شكله ايه وبحبك بشكل شخصي ولكن انت مش سايب فرصة للواحد حتى ان يأمل خيرا طول ما انت بدل ما ترسخ ثقافة الصح والغلط والقيم والثقافة الحقيقية اللي كانت عندك الاحترافية لا ده انت انجرفت الى ثقافة لحظية الزمالك نفسه بريء منها لان ده مش ممكن يكون المنهج اللي حتستمر عليها كابتن ميدو انت واي حد عايز يقود نازل مالك ان تبقى الفكرة دلوقتي ان الاهلي بيعمل سحر وانت ما جربت السحر طب عملك ايه عملك ايه استمر يا استاذ براين انا الحقيقة يعني استوقفني رد الطرف الاخر اللي اريد استمالته والتأثير عليه ضد النادي الاهلي وده اللي يهمني ميدو هو حر يعمل اللي يعمله مع نفسه لكن انه الجانب السعودي من زمل صحفيين ومن جماهير تغضب لهذا الطرح وهذا المنطق وترد ده اللي كان ملاحظ جدا وملفت بالنسبالي يعني الاستاذ احمد الشمراني هو صحفي واناقد رياضي كبير في الاعلام السعودي كتب قال لك احمد حسام ميدو نحتارم ونقدره على الصعيد الشخصي لكن هذا الاحترام والتقدير لا يمكن ان يمنعنا من رفض اسقطاته والتي قد تصلح على حسابه الخاص في تويتر او الفيسبوك لكنها لا تقبل ان تقال في برنامج معني بالتحليل الرياضي وبيقول ميدو بيقول على ندى الاتحاد المشارك في طولة العالم للاندية ياخد باله من الاهلي ستواجهوا عدة اصابات رباط صليبي وغيرها وانهم يكثروا من قراءة القرآن في اشارة واضحة الجانب السعودي وصلت للرسالة الى امور معنية بالشعوازة او هكذا فهمت بيقول الشمراني حسين عبدالغاني ومحمد نور اكتفوا بالضحك ومدير الحوار خالد الشنيف نقل الحوار بهدوء الى نور وتم اغلاق فضيحة ميدو بالتجاهل بيقول الاستاذ احمد الشمراني ولان ما قاله ميدو اغضب كل من سمعه واولهم محدسكم فاتمنى ان يتم من ادارة البرنامج ان تنبهه ان الاسقطات والضغاء لا موقع لها في برامجنا بص الناس بيتطهروا من الموبيقات بتاعتنا هلك ارموا بلويكم مع بعض بعيد عننا بص احنا بنقدم صورة للاعلام المصري وللتحليل الرياضي المصري بره عامل ازاي اللي بتكلم ده يا جماعة اعلامي سعودي كبير الاستاذ احمد الشمراني بيقولك انه يجب ان استوديوهاتنا تفضل بعيدة عن مثل هذه الضغاء والاسقطات لا موقع لها في برامجنا لسيما ان المستهدف هو الاهل المصري والذي يمثل الهرم الرابع لمصر واحد القلاع الرياضية التي بنيت من خلالها الرياضة العربية شوفوا الرد جاي منين وبيقول الشمراني اتوقع ان يكون هناك اعتذار من اسرة البرنامج للاهل المصري على تلك السقطة من ميدو بل اكاد اجزم ان الاعتذار سيتم لاننا نعرف من هو الاهل المصري وثق له الرياضي والمجتمعي ده احمد الشمراني الاعلامي السعودي الكبير دباس الدوسري وانا هنا في جولة سعودية دباس الدوسري قالك هل ما يقوله ميدو تحليل فني يعني ايه اللي يلعب قدام الاهل المصري تتصاب لعبته هل يصدر هذا الكلام من رياضي مصري في حق النادي الاكثر تشريفا للكرة المصرية ده تساؤل للسادة القائمين على الرياضة في مصر هل تقبلوا انه سورة النادي الاهلي لاعب مصري يسيء اليها لدى الاشقاء السعودية وحضراتكم تتفرجوا هل ده يقبل يعني بيقول الاستاذ دباس الدوسري هل يصدر هذا الكلام من رياضي مصري في حق النادي الاكثر تشريفا للكرة المصرية هل يريد ميدو اقناعنا بان الزمالك يمكن ان يقارن بزعيم الاندية الافريقية الاهلي جاب الكلام لنفسه اي من الجحدة لي ايضا اعلامي سعودي كتب تحت اي نوع من انواع التحليل الرياضي يمكن ان يصنف كلام ميدو هل تعاقدت معه القناة السعودية من اجل ان يقدم تحليلا فنيا رصينا ام من اجل مثل هذه الخزعبلات المشكلة يقول وفقا من وقع يقول من وقع خبرة يعني هو عنده خبرة لده يقول اعتقد ان ميدو يسوق لنفسه يسيء لنفسه بهذا الكلام ولا يقدم الاضافة التي تنتظره منه القناة ده الكلام قاسي جدا يا سيد زبريم لسبب القناة اذا تقول له احنا مش جابينك عشان كده اي وسبق لخالد الغندور ان برضو لما راح اسأل النادي الالي وقيلة له هذا الكلام بالنص انت جاي تقولك الناس جاي بقى محللين عشان يتكلموا فقورة مش عشان يقولوا مشاعرهم السلبية تجاه نادي كل الناس تعلم مكانته وقيمه ونقاءه وريادته طيب بصوا مثلا من اشار الاسمه بالتلج المشوي تلج المشوي الحضرة المزيع الكابتن خالد الشنيف المتحد سميدو تم طرده من السعودية بسبب تجاوزه مع احد المشجعين في وسائل التواصل والان تاركه يغلط قدامك على افضل نادي في مصر وافريقيا رياضيا واخلاقيا وبدل ما توقف وعند حده توزع ابتسامات اظن هذا لا يليق ولو غلط على نادي الشباب لو كان غلط على نادي الشباب لن ترضى بيقول له المهنية يا كابتن لكن دارا دول سعوديين كل دول سعوديين دارا القحتاني كتبت ما راح يصير شيء الا انه الا اللي ربنا كاتبه هذه الخزعبلات ما لنا فيها ابدا بص احنا بنشوز صورة رياضتنا لزاي احمد عبد الفتاح ايضا سعودي قال لك مرتضى منصور لازال موجودا في ميدو لانه ميدو بالليل غير ميدو في الصباح وايضا احمد سعودي كتب الاهلي قوي كمنظومة بس الاتحاد بكنتي راحوا يفرجوا معاه في المباراة ماشي ده درياضة وعلى اليسير هاشمي او احمد اليسر الهاشمي هذا المفروض لا يعطى اي فرصة للكلام ابراهيم الشريف قال له مع عدم احترامي لكلامك الاتحاد السعودي قوي وكعبه اهل اعلى من الاهل المصري قوي ولديه شخصية بطل برضو كلام في الكورة مش في الخزعبلات اللي بيلومون عليها والسوم قال له الله الحافظ وما حد بيصر له شيء الا بامر الله لو بنواجه مين كان سامح ايضا سعودي قال لك ورب ميدو لا يضيف شيء لهذا الاستوديو ونصيحة طرده بص جاب لنفسه كلام على فكرة انا مش محتاجين نقول اي شيء اكثر واقع من هذا كابتن احمد شبير هو راخر الداية من اللي حصل وانا هنا دايما بستغرب انه كتير من برامجنا يا جماعة ما يخص القيمة والسمعة المفترض تستفز ناس تتحرك تستفزها استفزاز لانه ما يتعلق بصورة مصر رياضية برا وانا بقول لكم لو ده حصل من حد اهلاوي يسيل نادي الزمالك في استوديو عربي كان لازم ان يكون موقفنا الرافض هو نفس الموقف المبدائي لان انت بتتكلم على مصر لما يتهم نادي هو على القمة منها الى درجة ان الاشقاء في السعودية يغضبوا للاهلي من الاتهامات ميدو اللي بيحاول يلصقها والصورة الزهنية اللي بيحاول يرسمها لدى الاشقاء عن الاهلي وهو ناس انه تقريبا واقف قدام المراية وشايف نفسه بيتكلم عن نفسه لانه ديكم شفتوا كل الكلام اللي كان قيله بعظمة لسانه مين اللي بيستعين بالمشايخ ومين اللي مركب معاه شيخ ومين اللي بيحط التشكيل بناء على رؤية المشايخ وكل الكلام ده ميدوا قالوا على نفسه واقسم بالله العظيم انه دا كان بيحصل فعشان النهاردة يقولك اقروا القرآن قبل ما تلعبوا الاهلي الاخوة السعوديين يقولك عايز يقولنا كذا وقلتلكوا انه الكزب أصلا في المعلومة انه حتى مباراة القمة اللي بيتكلم عليها في كورونا غاب من الاهلي زي ما غاب من الزمالك اما الاصابات مفيش نادي تعرض لما تعرض له الاهلي من اصابات مؤثرة نشوف الكابتن شوير غضب على دا ولا ايه فجئت كان فيه استوديو تحليلي وبيتكلموا على المباراة ما توقعها بين الاهلي والاتحاد في كاس العالم للاندية فلاقيت ميدو قال انه يعني فرقة الاتحاد لما تيجي تلعب قدام الاهلي لازم يقرأ قرآن كتير يعني كل واحد المسلم بيقرأ من القرآن والمسيحي بيتبارك بترانيمه لكنه الحقيقة انا اتفرقت على الفيديو كله والاتخضيت يعني قال انه في نهاية افريقيا 2020 لقينا اهم اللعيبة اصيبوا بالكورونا اي فريق بواجه الاهلي بتصاب منه ولعبه كتير لأنه مدرب بيمشي بتحصل حاجات غريبة قبل المباراة ولعبت الاتحاد مطالبين بقرأة القرآن قبل المباراة بتحصل كم اصابات غير عادية بقى الرجع بقى لك بس الاهلي فريق وايس اللي رده بقى الاخوة الاعزاء في الاستوديو التحليلي من السعودي خصوصا كابتن محمد نور يعني قال لنا لعبته ضد النادي الاهلي قبل كده وكسبنا النادي الاهلي والاهلي كان في افضل حالاته ولعبنا وكسبنا والناس زي الفل والدنيا تمام قال له لا بعدين قلبها بضحك يعني هذا الكلام يميده لا الكلام المقصود بيه صعب 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 يعني يعني اذا كنت بتتكلم وقال لك ودائما قبل المباراة الاهلي زي ما كنت لقى فيه غيابات لا ده قبل الغضاء فالاهلي اعتقد المباراة الاخيرة او القبل الاخيرة ليه كان غياب منه ستة ومع ذلك فاز ومباراة الافريقية كان الاهلي برضو عنده تمامهم مين منهم قالوا ديانجي اللي لم تخنيت ذاكرة يعني وحتى الناس بقت تقارن الغيابات هنا مع الغيابات هنا وقصة كانت غريبة شوية يعني فاعني يعني الاهلي انا هجيب لك او يعني غيابات الاهلي في مباراة القمة 21 يناير 23 اجيب لك مين كان غياب على الاهلي كان اكرم توفيق وكان كريم فؤاد وكان ياسر ابراهيم وكان عمر الصليا وكان محمد عبد المنعم وكان حمدي فتحي وكان برونو سافي وكان برستا وكان محمود متولي كل دول كانوا غيابين على عن النادي الاهلي أنا مش عايز أقول الكلام ده ميدو بس في عنا أتخضيت من طريق كلام ميدو يعني ما كلنا بنتسلح بالقرآن وزي قلت لك المسلم بيتسلح بالقرآن والمسيحي بيتسلح بالإنجيل وكل واحد بيتسلح بآياته ودينه ويعني كانت غريبة أوي ميدو شوية يعني ده أنت حتى لو قلتها هنا ببرنامجك ماشي لكنه اللي بقول لحضراتك اللي رد محمد نور يعني محمد نور بني أدم جميل يعني فانزعكت جدا من الطريقة والرسالة اللي عايز يوصلها ميدو يعني يعني ده طبعا صرد له كابتن شبير يعني وحل الموضوع أنا بس مختلف معاه لا كلام ميدو غير مقبول حتى لو على صفحته الشخصية مش في مصر ولن ندع لأحد أن يسيء أو يلاقع كلام عن نادي الأهلي إنما هو الحلم أنه هما بيرضوا كل واحد بيرضوا على نفسه وكل اللي بنقوله بنقولهم شوفوا أنت بتعملوا إيه إحنا ما ملقلفش فاللي عايز زي النادوة بتاعت حضرتك يعني عنوان إيه كان لم الشامل الرياضي نلم بس الأول كل واحد يلم زمام أمره هو ولا يتقول ولا يسيء ولا يدلس ولا يستخب ولا يروح يوقع بين الأهل وبين الجماهير والأشقاء لأنه كله دلوقتي أديك شفت والله ما كنا محتاجين نقول كلمة بعد الردود القصية جدا إحنا فيه كتير مردناش نعرضه يعني عشان اللغة بتاعتها فيها قصوة كبيرة وتجاوز كتير طبعاً لا ينفعش نعرضه بس كل ده عشان برضو نقول للناس يا جماعة إحنا لا ندعي إحنا بالرض على الإساءة طبعاً ما تخليني أرجع فلاش باك شوية هو الكلام ده ينفصل تروح تلعب مع الترجي التونسي تتبعت رسائل للإعلام التونسي فيكهربو لك الأرض بين الأهل وجماهير الترجي وتحصل الأحداث ويحصل الاعتداء على الإتوبيس ويوصب هشان محمد وتخسر النهائي ويتقال بجاوبات مزورة من مصر ولم يحاسب أحد بل كوفئ اللي عمل كده كوفئ طيب تروح تلعب مع الوداد في المغرب نفس الحكاية نفس المحاولة قبل ما هتروح تلعب في السعودية أديكو شفت الخطوة الاستباقية اللي حصلت في هذا الاتهال وفي السودان وفي السودان تم استضافة تم استضافة وفد الهلال ومعلوم لدى الجميع البيان الناري المتجاوز اللي كتبوا مسؤول نادي الهلال كتبوا فين ومين اللي كتبوا قولوا ومحدش بيغضب محدش بيغضب كابتن شوبر اكتفل نقال لك أنا كان فيه نزعاج شعور لطيف يعني لكن محدش تاني تكلم محدش حتى نزعج تاني لصورة ذهنية خاطئة بترسم للآلف الخارج الحياة أستاذ أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية انزعج وقال كفانا تدليلا للعبين كفانا تسفيها لقيم الرياضة وإذكاء لنار التعصب كفانا تشويها للتاريخ كفانا تقليلا من زواتنا إرضاء للمال تقريبا أشرف شاور على الموضوع إن المطلوب ده التمن ده التمن الإساءة للآل وتشويه فقال أشرف محمود عن ما حدث في قناة أو في استوديو قناة قناة سعودية من لعب مصري أتحدث وكان الحياة شديد الوضوح كفانا تقليلا من زواتنا إرضاءا للمال على نفس النسك غضب أيضا النقد الرياضي الكبير مدير تحرير الجمهورية الأستاذ ردوان الزيات فقال إن أنا أرفض تماما تصرحات ميدو لقناة السعودية الرياضية عن الأهلي بيقوله أنت زمال كو ما فيش مشكلة بتكره الأهلي برضو ما فيش مشكلة لكن إنك تقول لازم لعب الاتحاد جدة يقرأوا قرآن لأن المنافسين اللي بيواجهوا الأهلي بيتعرضوا لإصابات كبيرة للعبيهم وهي تلمحات لا يصح أن تقال على زعيم الكرة المصرية والعربية والأفريقية ليه المجاملة الفجة دي دي اللي أنا قلتها لكم إن حدش بعيدا عن الموضوع الهدف مجاملة للاتحاد جدة وتطوع بتقديم رشيتة للاتحاد جدة على حساب الأهلي أو بطريقة الإساءة للأهلي وتشويه انتصاراته بمعلومات كذبة أديكم شفتوها ميدو نفسه هو اللي كذبها وميدو نفسه هو اللي اعترف على نفسه وعلى مسؤولي لدي الزمالك وقتها وعلى الشيخ اللي بيركب معهم الإيتيوبيس وبياخد سبع تلاف جنيه في كل مباراة ده كان كلام ميدو بنفسه فردوان الزياتي بيقول له تذكر أنك مصري قبل أن تكون زمالكويا بالمناسبة كلامك ده بيقلل كتير من أسهمك مصريا وعربيا ده كلام ردوان الزياتي وأشرف محمود إنما على فكرة يا جماعة هي قضية السحر والشعوازة لأنه برى الحدوثة بتاعت ميدو المفترض المسألة تحظى باهتمام المثقفين والوعيين شوية لأنه أكبر خطأ وأكبر اعتداء على العقل إن احنا في القرن الواحد وعشرين نسوق لمثل هذه الأمور ويفضل دايما على فكرة أنا شفته صور لمباريات في الدرجة التانية والتالتة يمكن الدرجة الأولى بيقولولهم اتبح مش عارف ايه عشان تعمل ايه شفتي ناس دبحة فارخة في الملعب واللي دبح أرنب ما هو على قده يتقال له اتبح أرنب في المرمى علشان مش عارف يحصل لك ايه اتبح معزة علشان يحصل لك ايه احنا لأي مدى سكتين على هذا الاعتداء الخطير جدا على العقل وعلى العلم وبعدين الأخطر من كل ده استخدام الدين بقى تسويق مثل هذه الخزعبلات اللي الأشقاء في السعودية انزعجوا منهم وقال لك روحوا ببلكم بعيد عننا ارموا بلكم مع بعض ما تشوهوش للإستوديوهات السعودية بهذه المعتقدات وبهذا الكلام وصفوها بكده زي ما انتوا شفتوا الجولة بتاعتنا احنا احنا بقينا مسوقين لخزعبلات بهذا المستوى من نجوم رياضيين عندنا ومحدش بينزعج محدش بينزعج انه قيمة المصري وحضارة المصري وثقافة المصري ما ينفعش تبقى مسوقة لجهل وتخلف وخزعبلات بهذا الشكل انا مع الاستاذ اشرف محمود كرئيس للتحاد السقافة الرياضية وصديقه الدكتور اشرف صبحي يقول له مين اللي حارس الامين على قيم الرياضة بجد مين اللي ينزعج لخطورة التسويق لهذه المفاهيم ورسم صورة ذهنية عن الرياضي المصري قبل ما يكون عن النادي الاهلي اللي اريد الاساءة اليه الامر جد خطير لان دي صورة مصر ورياضة مصر والنادي الاهلي بعد كده ما ينفعش يكون فيه السماح والقبول بالتخلف الشديد اللي فضله يرددوه في الملاعب لدرجة انه تقريبا احمد حسام ميدو ده هو نفسه كان هو كابت حسام غالي ضيوف مع الاستاذ عقوب السعدي في قناة ابو ظبي ومصارى قضية الخزعبلات والسحر والشعوزة ماهلو الامر كده كانت افريقيا اخدت كاس العلم من زمان لو الامر بهذا الشكل ما كانش حصلت اللي حصل يقول لك الشيخ المغرب الشاطر فالاهل يروح يكسب الوداد يبقى الشيخك احسن بالشيخهم يعني يعني طب وبعد كده السوديد سليمان الخاتم اللي لابسه عامل فيه مش عارفه عشان خاتم سليمان احنا وصلنا لهذا المستوى وبنرب الناشئ عندنا على مثل هذه المعتقدات والخزعبلات لو اراد ان يدلل على صدق منطقه ما كانش تهكم على انه فرض عليه انه يجيب ساحر طب انت الساحر ومعك في العربية كل ماتش ما شفعلك جدا ما كملتش مدتك كمدرف للفريق انت نفسك ما قادرتش تفيد نفسك يعني يعني جبت الشيخ وبياخد سبعة تلاف وما نفعتش ما نفعش معك انت اه ده شيخ ايه بقى شيخ تايواني ولا ايه مش هو قعد بقالك بيركم معايا وبعدين مشي هو وكابتن حازم بعد شوية قليلا هو كان بيقوله وقتاه هو مش مختنع ولذلك انا بقولك عندما مين 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 تتصقفت مين تاكل هو مش مختنع هو رفضه هو رفضه عشان مرتضى فرضه عليه بس بعد كده ينبسوا في الاهل ابلوا ليه ابلوا ليه لانه هنا الحتة دي في تاكل التجارة بالحتة دي في اللحظة دي تاكل تاكل مع فئة معينة يبان كده انه هو يعني العاشق الولهان والحل اللي مالوش بديل لكن انت دلوقتي طب تجيب لنا الرد الديني الموقف الديني ويعني الشيخ مبروك عطية اضطر الستاذ عقوب السعدي يتصل بيه ويقول له قل لنا مولانا قل لنا حكاية السحر والشعوازة في الكرة اللي انت وصلتوها للناس مصر مصر وصلتها للناس اسمعوه دكتور مبروك ما هو تعليقك على ايمان بعض الاندية المصرية بوجود بوجود سحر واعمال تسببت في خسارة مباريات وبطولات ايه رأيك بداية بكل هدوء بس لو حضرتك سألتني هل يوجد سحر في الملاعب هقول لك طبعا فيه فيه سحر في الملاعب قائم على حكتين دايما قبل السحر بيبقى فيه عمل فالعمل اللي بيتعمل هو التدريب والسحر اللي بيتنفس يوم المباراة هو المهارة واللئاقة البدنية وباختصار شديد جدا الفروسية بتاعت اللاعبين مع اخلاقهم مع كل حاجة لكن السحر بمعناه اللي جيه في التقرير وبخور وسواد وطرب وعلو يوسف لي فكل ده لا أساس له تلاقي الود قد كده وقدمه تلاتة من منافسيه ويلعب التلاتة ودخلها جنب رجل شمال ده سحر من عبقرياته وموهبته وتدريبه ومحافظته على لقمته وبعده عن الخمر والنسوان ينام كويس يتدرب كويس يبقى ساحر يقول مبروك عطية اللاعب لا يسحر وإنما اللاعب يسحر يسحر الأعين الناظرة إليه بعبقرياته وبتدريبه وبالمحافظة على لياقته البدنية وروحه الخلوقية وغير ذلك من المؤهلات والمسوغات التي تجعله يسحر أعين الناس دكتور لكن نعم دكتور ولا في غيرها نهائي لإنه إحنا قلنا في خلال حديثي إن ربنا نزل سرطين اتنين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قضت على كل عمل اللي ابن آدم كان يعمله قبل هذا الدين حضرتك تشوف وأنا أشوف وتشوف العجب من التخاريف والدجل لكن لا يؤثر ذلك وأنا سمعت يا كابتن حوارك ليه الأهل بينزل سابت وليه الزمالك بينزل أقل سباتا منه وحضرتك قلت إجابة ترضي الله وترضي الرسول صلى الله عليه وسلم وترضي العقل وهي إن الأهل بينتصر كتير وداخل عنده السيقة وداخل كذا ده الكلام الذي يقبله الله ويقبله الرسول لم يعرض باقي الكلام وهو الأهم نقوله ولا نسمعه منه لا نقول يعني حضرتك بتقول ده السؤال الثاني بتعميده بعد كل شوفناه ما فيش سعر في الكورة صح لا في الكورة ولا في غير الكورة ده كلام الشيخ مبروك لأن إحنا قلنا أنا ربنا نزل صورتين وقالهم الشيخ مبروك بس قال إيه ولا يفرح الساحر حيث أتت يعني بيلغي هنشوف بقية الفيديو على فكرة لأنه مهم جدا هنقدر نجيبه طيب ما نسمعه منه بلا ما نقعد الكارب يعني على مجهز على مجهز طيب لأنه هو أكد على الحتة الشرعية بتاعت السحر وتأثير السحر يعني كنت أتمنى النتيجة على بعضها لأنه اللي بيقول السحر التمالي السحر بيجي في القرآن أجا سرت السحر بس الناس ما بتكملش بقية الزاية زي ما قال الشيخ مبروك عطيه ولا يفرح السحر حيث أتت يعني يعني و ما تضرونا بشيء إلا بإذن الله هذه إرادة الله مش السحر أيوة وما هم بدرين به من أحد إلا بإذن الله معنى الآية يعني عشان يعني أنا خايف يجي وقلي تغلطت ولا بتاع أنا أتمنى أسمحها من الشيخ مبروك حتى لو تجهز بعد كده يعني لأنه مهمة وبصرف النظر بقى دي مرحلة الإنتقال بدأ ميده ينتقل من مرحلة رفض فكرة والسخرية من فكرة السحر وإن إزاي كانوا بيجبر على إنه يستحب ساحر معاه أو شيخ يسحر إلا إنه بدأ يروج ويقنع نفسه تدريجية لا ما فيش حال لبقى للآله ده غير إنه يكون بيلجأ للسحر فتأتيه الإجابة القاطعة المانعة من رجل فقيه في الدين عشان يقول له القرآن ما قالش كده أنت ما بتكملوش قراءة الآية عشان تستدلو فقط بطريقة بطريقة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يعني هي فيه مش تقول خلاص ربنا قال ما تصلوش لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة هكذا في موضوع السحر اقروا الآية على بعضها واستمعوا إلى تفسير الفقهاء عشان نقدر نحسب هذا الأمر وحتى لما ما كانش جاهز الوقتي من فضلك جبولنا بقية التفسير هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضر لكم من جديد قلت لكم قبل الفاصل أن الخطورة الحقيقية أنه فعلا يتم السكوت على تسريب مثل هذه القناعات وهذه الخزعبلات عشان تشكل وعي اللعب الرياضي المصري فيبقى كل واحد هيلعب شايف مش هيسجل لأن الكرة بتيجي في العرضة مع أنه والله في ألمانيا الكرة بتيجي في العرضة وما بيعملوش صح العرضة بتشغل حيز من الفراغ لازم أن حتيجي فيها لو دققت التصويب أكتر حتدخل لكن جات في ما هي ده موجودة مش حاجة وهمية طب وامبرح الكرتين اللي في العرضة إنما طب والقال مبرح من اللي سحر له يا جماعة فترة مرتضى منصور كان فيها كتير جدا من الترويج لمثل هذه الثقافات وميده وقتها لما اختلف معاه اعترف بكل ده طب أنت النهاردة السحر رياضية مختلفة شوية ليه ما يتمش البرامج تتصدى لهذه الهجمة الخطرة جدا على العقل وعلى المنطق وعلى العلم سيد إبراهيم هو عارف هو عارف إن الكلام اللي بقوله ده هو مش مؤمن بيه ده أخطأ يعني أكبر رد من الكابت النبي اللي كان أنزعك المعنى أن يسيء للأهل ويستعد الأشقاء والجماهير السعودية عليك هو ده هو مش مش الراجل رايح هو القناعة هو رايح يشوه على عكس قناعته على عكس قناعته الراجل هو دايما الأهل بتسبقه وهذه المحاولات الصغيرة للأجف الشديد ولا قاعد يتصدى لها غيرنا ولذلك أول ما حد في البرنامج يقول حاجة تلاقي الهجم علينا لأننا عايزين كمان نتوقف عن مقاومة مثل هذه الأفكار التي أولا تضر بالعقد تسيء إلى ثقافة ولادنا وشبابنا وأطفالنا ثم قبل كل هذا إلى النادي الأهلي هو ده الهدف الرئيسي أشوي النادي الأهلي وستميل مع أنه على فكرة الأشقاء في السعودية مش محتاجين منكم الكلام ده مش محتاجين النفاق الأولاي القوي ده على حساب الأهلي وعلى حساب مصر مش محتاجين منكم الكلام ده بجد وشفتهم وهم نفسهم ردوا ازاي ومنطقهم ده واحد منهم منهم بيقولوا التطرات ها يعني نكمل فيديو اللي شيخ مبروك أعطيه علشان الحتة الدينية شوية لعلها تقفل كل أبواب الجاهل الشديد اللي مفجر في الملاعب يعني لا بيجلب حبيب ولا بيجلب مفقود زي مسياتك أشرت يعني خيلة إليه من سحرهم أنها تسعى خيلة ومع هذا جعل الله عصى موسى حية تسعى تلقفوا هذا التخيل الذي صنعوه الفكرة التانية إحنا بقى هنسلم بإن السحر اللي بيعمل العمايل موجود حيتتين اتنين في القرآن يخلي اللي عنده عقل ودم ينام ويبغطى الحيطة الأولى اللي هي في زمن سليمان عليه السلام قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وفي موسى على اختلاف المواضع قال ربنا إيه ولا يفلح الساحر حيث أتى نيفر نيفر ما يوصلش النتيجة ولا يربط رجل ولا يسد جون ولا الحب اشتك راح واشتك ولا يفلح الساحر حيث أتى يا أخي ربنا يقول لا يفلح الساحر حيث أتى وأنا أقوله لا يعمل يا بجه يتف يشل يعمل ده ده إيه عقل إيه ده قلب إيه ده دين إيه ده قلب إيه ده عقل إيه ده دين إيه ده ويدحك الكابتن ميدو ولكنه لا يستقر في ذهنه المعنى الحقيقي لأنه لا يريد أن يذكر الحقيقة فيرجع يكرر نفس الكلام وكأنه يريد أن يسيق للأهلي فأساء إلى نفسه هو كان بيقول من اللي يضغط مهم بلوك اللي عند خلى الجاهل اللي بيقول هذا الكلام يخلى عنده إيه خلى عنده عقل ودم عقل ودم وضغط بص يا جماعة لأنه الواضح جدا زي حتى التعليقات من الإخوة السعوديين لو كان المقصود التقرب فده مش على حساب الأهلي ولا يجب أن يكون على حساب أي نادي مصري وأنا شخصيا كنت بنزعج كل الانزعاج غير انزعاج كابتن شوير بيدايقني جدا ودايق ناس مصريين كتير أنه الفنانين الكبار نجمنا طبعا أن السعودية الشقيقة في هذا التحول الاجتماعي فنانين المصريين ده شي رائع جدا لأنه في النهاية فنانين عرب وفي النهاية أكيد التواصل مع كل الدول العربية الشقيقة أمر هايل جدا ومطلوب دي رسالة الفن المصري تاريخيا لكن ده ما يبقاش على حساب مصر واللي عايز يجامل ما يجاملش على حساب مصر فانتقلت العدوى من ساحات الفن ومجملات نجوم لكل الدول العربية الشقيقة وبينها وعلى رأسها دلوقتي في مشروعها الرياضي والدور الكبير اللي عامله المملكة العربية السعودية لكن نجومنا الرياضيين وإعلاميين عليهم أن هم يراعوا دايما أنه بيمثلوا بلد كبيرة جدا وكرة مصرية عريقة بجد تحتاج احترامها وتحتاج أنك انت كل مكوناتها الرياضية وكل نجومها أهل وزمالك وإسماعيل والتحاد وكل الأندية يبقى لها احترامها وإيمتها اللي نحفظ عليها بره لكن مش لمسألة الاستمالة ولا كده يكون الإساءة للنادي الأهلي وتصدير هذه الصورة الزهنية الخاطئة جدا اللي ميده أول من يعلمها وأول من شارك فيها باعترافه وبعضمة لسانه ولا يفلح الساحر حيث أتى وأنا بقولك يا كل ما تريد أن تسيق إلى النادي الأهلي الهالو كابتن رضوان الأستاذ رضوان أنت تسيق إلى مصر وإلى نفسك وإلى أنك أنت بدل ما أردت أن تسيق للأهلي فماذا فعلت ماذا فعلت أسأت إلى نفسك أولا وتذكر أنك مصري ما يجبش دي تبقى الصورة الزهنية بتاعنا أن إحنا نصف في مشاعرنا المريضة بره بره وعلى حساب إيه وحتكسب إيه محدش بطلبك تحب الأهلي ورغم أنك أنت كنت تفترات بتقول غير كده خالص محدش طالب أنك تصيط الأهلي لكن انتصر لنفسك أولا ولصورتك ولكن مكانتك يا كل من تريد أن تسي إلى النادي الأهلي فبتعين ينتهي الأمر يرتد السهم إلى النحر ارتد السهم إلى النحر وحفظ الله الأهلي ومصرنا الغالية دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع لخير ترجمة نانسي قنقر